وخلال كلمته وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الشعب السوداني طالب فيها الأشقاء كافة في السودان لإعناء المصلحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة السودان بعيدا عن التدخلات الخارجية السيدات والسادة اسمحوا لي قبل أن أختتم كلمتي أن أتوجه بكلمة لشعب السوداني الشقيق والعزيز إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها تدمي قلوب كل المصريين نشرب معنات أشقائنا في السودان ونتألم لآلمهم وندع الله العلي القدير أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت ومن هذا المنطلق نؤكد ضرورة إعلاء كافة الأشقاء في السودان للمصحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم استقرار أو أمن السودان بل والمنطقة وأشدد مرة أخرى على أن مصر لن تدخل جهدا للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والسلام في ربوع هذا البلد الشقيق بالتعاون مع كل الأطراف الجارة والصديقة ترجمة نانسي قنقر